قتلوا باب لمعظم هاي الخطوة الاولى عدنا القابلية موجودين الجنود يعني موجودة اماكن الجنود واماكن نواهم وتدريبهم هذه مو مشكلة مساحات العراق شاسعة جدا لكن يا جماعة تعالوا على صلب التطبيق اليوم احنا قبل 18 سنة اذا ما كم مفرزة تطلع من ضباط ومخولة بالقتل عزيزي مخولة بالقتل مو شغلة يصورون بانه اليوم اذا اطلع على فلام بيت بافرار تتذكر يا اخوية العزيزة او اختي عزيزة اللي قديم من عدنا يسموه افرار زين هذا الافرار اذا نهزم من عدهم تريرمون عليه بالشارع تعرفون هذا شيء تعرف هذا القانون لو لا الجريمة التهرب من الخدمة عسكرية زين هذا راح نقدر نطبقه يعني تركت التدريب والمساحات والموازنة ما شاء الله عدنا خير من الله لحد 71 مليار دولار عدنا تدريب هذا النفط الحكومة ما تقدر اصطرب بي فلذلك كل الدي يروح القزينة ما يقول مركزي هذا الفائض من 45 الى 100 واكثر رحسبناها ديش المرة الصور بنفس اللقاء هسه هذا الفائض موجود ماكو مشكلة ونعم انا مؤيد انطلع المواليد الشبيرة هسه المطوعين يا بتعال انت 45 سنة اطلع انت مصوب هذي اطلع بتقاعد وروح راح يجيجي شاب هذي كلها كلام جميل ورائع جدا وخاصة انا من مؤيده تماما لكن تعال طبق ليه في هذا وضعنا انا اتركت كل شي وقلت لك اوقف يعني هناك نقطة مهمة جدا راح نقدر كل هذه العالم نجيبها 18 سنة يوصل تروح تخدم عسكرية وهي هاي الاشكالية يعني هذي نقطة تأشرت اليها سيصنف فيما يعني حقيقة ذكرتني بايام سابقة يعني ذكرتني بايام الجيش والعسكرية كنا نرجع وتفتيشات الانضباط وتلبس لازم البيرية ونعبر السيطرة ننزع البيرية ونمدد بنصر ريمات يعني انا اتكر منطقتنا واحد واحد بمنطقتنا واحد بمنطقتنا قتلوب بابل معظم صحيح صحيح كانوا الانضباط العسكري الا صلاحيات كانوا بيطلق النار على الافرار هاي نعرفها ولكن انت اليوم مو فقط مأسالة الانضباط العسكري اللي راح يلاحق هذا الافرار هذا الافرار عنده عشيرة قد تلاحق الانضباط العسكري شكرا